تحية طيبة لكم أحباء الكرام لازلنا في موضوع البحث عن جذور الإسلام ومحاولة معرفة ما حصل في القرن السابع والثامن الميلادي عند ظهور الإسلام الذي وصلنا من الأولين في الحلقة الماضية توصلنا لمسألة مهمة وهي أن الإسلام لم يظهر في عصر محمد كما تشهد العديد من الآيات وعلى رأسها الآية 52 من صورة العمران التي تقول فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمن بالله واشهد بأننا مسلمون والحواريون هم صحابة المسيح ومن أتباع المسيح فئة صالحة لم تنكر شريعة موسى وحافظت عليها وآمنت بالمسيح ككلمة الله ورسوله وتقوم بتلاوة آيات الله أناء الليل وهم يسجدون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما جاء في الآية 113 و114 من نفس السورة أي العمران ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ووصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذه الفرقة هي الفرقة الأبيونية وهي فرقة يهودية آمنت بالمسيح ليس كإله أو ابن الله لكن كرسول من عنده كما قلنا وحافظت على شريعة موسى والسؤال المطروح ما علاقة هذه الفرقة بمحمد فالآية صريحة تقول عن هذه الفرقة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون وهذه الآيات كانت مكتوبة في صحف وصفها القرآن في صورة عبسة من الآية 13 إلى الآية 16 في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة هذه الصحف للتذكير بقصص الأنبياء وشريعة موسى كتبت بأيدي سفرة الآية 15 ولم يقل بأيدي كتبة أو نصاخ وكلمة سفرة دقيقة جدا من كلمة سفير باللغة العبرية معناها كاتب وجمعها سفريم أي الكتبة وبالتالي فالكلمة سفرة جاءت معربة على وزن كتبة هؤلاء الكتبة يكتبون أصفار التوراة وأصفار الزبور بين قوسين المزامير وأصفار الأنبياء يصف هؤلاء السفرة بأنهم كرام بررة يكتبون صحفا مكرمة أي مطهرة ليس فيها تحريف أو تبديل نذكركم أعزائي المتابعين أننا لسنا بصدد الحديث عن اليهود وإنما عن هذه الفئة الصالحة التي وصلنا إلى نتيجة مفادها أو مفادها عفوا أنهم هم الأبيونيون والسؤال مطروح ما علاقة كل هذا بمحمد يقول القرآن في صورة البينة الآية 2 و 3 رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة رأينا أن الصحف المطهرة والمكرمة التي كتبت بأيدي سفرة كان الرسول يتلو منها كتب قيمة إذن مسألة أمية الرسول محمد فسرها فقهاء الإسلام بتفسير خاطئ أو مضلل والدليل الثاني على أن محمد كان يعرف القراءة والكتابة موجود في صورة العلق الآية الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق وكذلك الكتابة في صورة العنكبوت الآية 48 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلى آخره فعبارة من قبله تفيد أن محمد يتلو الكتاب ويخطه بيمينه على الأقل إلى مجيء صورة العنكبوت وهي صورة مكية حسب علماء الإسلام كيف وصلت هذه الصحف المطهرة بين أيدي محمد؟ الجواب موجود في صورة النحل الآية 103 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين لم ينفي القرآن وجود معلم بلسان أعجمي كان محمد يأخذ عنه ماء بحوزته من نصوص مقدسة الاعتراض الوحيد هو أن القرآن ليس بلسان أعجمي وإنما بلسان عربي مبين كان في بداية الأمر بلسان أعجمي فيسر بلسان محمد للتبشير والتندير كما جاء في صورة مريم الآية 97 فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتندر به قوما لدا إذن هنا حصلت عملية التيسير فقط وهؤلاء الخصوم الذين اتهموا محمد بالأخذ عن معلمين من قوم آخرين في صورة الفرقان الآية 4 وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك تراه وأعانه عليه قوم آخرون إلى آخره رأينا في صورة العنكبوت الآية 48 أنه لم يكن يتلو من كتاب ولا يخطه بيمينه نجد الآية 50 تتحدث عن خصوم محمد وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا ندير مبين إذن الآيات كانت موجودة ودور محمد واضح أنه ندير مبين والسؤال التبيين ماذا؟ ما جاء في زبر الأولين يسر بلسان عربي مبين وهذه الزبر الأولى نزل بها الروح الأمين من قبل مجيء محمد طبعا وقد رسخت في قلبه ليكون من المندرين ندير مبين بين قوسين كما رأينا في الآية 50 من صورة العنكبوت وهذا ما جاء كذلك في صورة الشعراء الآية 192 إلى 196 آيات هذه الزبر والصحف الأولى موجودة في القرآن كان علماء بني إسرائيل يعلمونها ويعرفونها جيدا كما تفيد الآية التي بعدها الآية 197 وهذا القرآن العربي لو قدم لأعجميين لما آمنوا به كما جاء في الآيتين بعدها 198-199 ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين إذن موضوع أعجمية المعلم التي وردت على لسان خصوم محمد في صورة النحل آية 103 تقول مصادر الإسلامية كتفسير الطبر والقرطبي والبغوي وغيرها تقدم بعض الأسماء لشخصيات أعجمية اتهم محمد بالتعلم على يديهم كغلام عامر بن الحضرمي وكانت لغته رومية بين قوسين اليونانية وشخص آخر يدعى جبر فهناك من يقول كان نصرانيا من أصول رومية وهناك من يقول كان يهوديا كما جاء في كتاب المغازل الواقدي شخصية أخرى اسمه بلعام كان غلاما يقرأ التوراة إذن خصوم محمد من أبناء جلدته كانت لهم قناعة تفيد أن أناسا من قوميات أخرى أعانت محمد على كتابة وتيسير كتب الأولين في القرآن وهذا القرآن هو عربي مبين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة الآية الخامسة من سورة الفرقان خلاصة الحلقة محمد كان يعرف القراءة والكتابة وقابل شخصيات أعجمية لها معرفة بكتب السابقين يسر نصوصها الأعجمية بلسان عربي مبين ليندر بها ويبين لقوم المتقين نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة مقبلة فكونوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر